مباراة كانت قوية ومجنونة بين الفارقين خصوصا بعدما تمكن فارق بيران مونيخ في التشجيل في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب الفونزو دافيز وتمكن ريال مدريد من توقيع هدف تعادل في الدقيقة 88 قبل أن يتمكن اللاعب خوصيلو في الدقيقة التسعين من تشجيل هدف فوزف أيدة فلق ريال مدريد وفي المباراة الأخرى تمكن فارق دورتموند من التأول إلى المباراة نيائية بعدما أطاح بفارق باريسا جيرمان دهابا وإيابا وفاز عليه بإصابة واحدة لسفر في مباراة دهاب وأيضا إصابة واحدة لسفر في مباراة الإياب موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين دورتموند وريال مدريد المباراة تلعب الواحد من شهر 6-2024 وتنطلق المباراة على الساعة الثامنة بتوقيت المغرب تونش جزائر تاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودي ومن المنتظر نقل المباراة على قنوات بيين سبورت